تبشي ما امفكت تعمل نفسها مش وقد بلها؟ لا بص نصنع عايزة في رؤية يقول لك كده لا لا أنا فاهمك حاجة هي الظروف اللي بتجبر الإنسان إن هو يعمل أو ما يعملش يعني إيه؟ هقول لك مثال بسيط يعني لو ست اكتشفت إن جزء على علاقة بوحلة تانية وإن الست دي بعتت لها الباسورد وإن في بينهم حاجات كتير جدا عارفة الست يا سيلي لما بتكون عندها ماديات والست لما بيكون عندها شغل بيبقى عندها حاجة اسمها متنفس ليه بليه دايما بيقول لك الست لو مسكت فلوس الدنيا بتخرب لا مين قال كده؟ يعني هو دايما بيقول لك يقول لك آه ما انت مسنودة هو أنا لازم ببقى ضل راجل وابقى ضل حيطة لا القصة أنا عايزة أقول لك إيه؟ إن الظروف اللي بتجبر الست نيات فيه ست يعني مثلا واحد زي الشماء دي مش عندها إمكانيات مش عندها بيت مش عندها أهل مش عندها أسرة يعني إمكانيات تغني عن الراجل؟ ما هو لو الراجل مستوي لو الراجل بيعمل حاجات بيئزيها وبيهنها وبيضرابها وبيجتمها ومعايشها في سجن فساعتها هتاخد القرار بالبعد أو بالفصال ولو قالوا ان دا يعني ان الفلوس دي بتأويكي فبليش الست يبقى معرفة الست الأصيلة على فكرة عايزة أقول لك حاجة الست الأصيلة اللي شايفة جوزها شكرا حاجة كبيرة بالنسبة لها أقسم باللالة ومعاها كنوز الدنيا دا بياخدوا ورسهم وتقولوا شغلوا لي يا حبيبي أو نصرف منه يا حبيبي مش فرق معي شكرا وفي ستات بتشتغل كتير وبتصرف على وانا مع الست اللي بتشتغل وبتحط إرشاها مع الجوزة والراجل أصيل ويرد لها دا لكن قصة ان انا تهكم واجع عليها وحس انها مزلولة وحس انها متهانة دا مش اسمه جواز دا اسم زل وإهانة هو الراجل اللي يضرب مراته ضعيف الشخصية ومش راجل دا بيتقال عليه ايه في العلم النفس دا بتقال عليه ان هو شخص غير متازن نفسيا وشخص لا يتسم بالرجولة وضعيف شخصية ليه انا بقومها يا دكتور بقومها ايه ما هو الضرب عايزت مش عجباني كده قالت الادب عايزت تضرب بص اقولك حاجة لو هي ستة لسانها طويل وبتتجاوز الحدود مفيش مشكلة ان هو يقومها قطعي ايده لو مدي ايده عليها ما هو الضرب احنا قلنا الضرب اللي هو ايه الضرب اللي هو تغلط يهجارها ما يضربهاش تروح يقولك بيرها ما انا بتكلم علي ايه اسمعيني بس افرد فيه ستة صليتة اللسان فايه تتضرب فمثلا ممكن بتهين مش قصة ان هو حاطت في دماغه يضربها او مش يضربها ما هو كل فعل ايه رد فعل انا مثلا بعبلك واحترام انت هتعملين باحترام انا مثلا بتكلم بصوت عالي انت هتتكلم بصوت عالي صح؟ صح طيب انا بقول ايه ان ممكن ستة مثلا يكون بتتكلم مع الراجل باسلوب مش كويس ولما هو يضربها دماغه ممكن تميديده عليها وطبقا مش كده وهو مجزرة لا طب اتضربه عمره ما كان حل يا دكتور اومر اختلف معي هو مش حل الدربة مش حل ولكن انا بقول ايه ان طالما ستة ستة اصيلة او ستة محترمة ما بتقومش بحاجات ممكن تخلى الراجل مثلا يخرج عن شعوره يبقى دي ما ينفعش ان هي تنضربه وحتى لو الراجل هو القائد هو اللي يعرف ازاي ماشيه على طريقته حتى لو كانت صليت اللسان حتى لو كانت قلت الادب حتى لو كانت تعمل حاجات مش عجبية بوش يا سالي انا عايز اقولك حاجة ده البصة بتفرق ما هقولك حاجة بس في ناس معينة عايشين مع بعض فقدين لغة الاحترام وفقدين لغة التفاهم وفقدين لغة التوافق الفكري فاللي بينهم ايه يا سالي ضرب واشتيمة وإهانة والدم ولادهم لدرجة ان هما يقفوا وساط بعض يقولوا انت هتضرب انا هضرب طب الست لما تتضرب بترجع تاني زي الاول؟ لا طبعا خالص ما بيش حد في الدنيا بيتضرب او بيتهان ويقنعني او يقنعك انه يرجع تاني زي الاول شكرا في حاجات بتتكسر جوه يعني بمعنى لما بيكون حد شائل من حد انا كل يوم باكسر فيك حاجة كل يوم بهينك ده بيلك مع العيال التربية الإيجابية ما تضربوش كل يوم باجعليك هل تقنعيني حتى لو بتظاهر قدامك ان انا مبتسم بس انا من جوايا مكسور منك طبعا انا جوايا فيه حاجات شائلها منك انا من جوايا انت هيني وفيه زل فبالتالي حتى كمان على فكر درجات الحب اللي انا كنت بحبها لك مع الوقت بتنتهي مع الشتيمة والإهانة والضرب صح الحب بيزيد ازاي؟ الحب بيزيد بالاحترام كلمة الحالوة بالمودة بالرحمة عمري ما تضرب ده انا لو ربي قط عندي في البيت وبعملها بقصوة هتهجرني هتيجي طلع تجري مني فما بالك ده حيوان صغير فما بالك لما يكون عندي انسانة بني قدمة اقل حاجة تقدم لاي انسان في الحياة الاحترام